بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نتحدث الآن عن أهمية الصوت ما هو الصوت؟ ما هي أهميته في حياة الإنسان؟ لنستمع سويا إلى قوله صلى الله عليه وسلم عندما قحينما قال زينوا القرآن بأصواتكم حديث رواه أصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الألباني استمعوا إذن هذا الحديث الجميل زينوا القرآن بأصواتكم فالصوت بلا شك هو إحدى النعم الكبير على الإنسان ولا يحس بها إلا من فقدها كيف لا؟ والصوت هو وسيلة إيصال الكلام واللغة إلى الآخرين كيف سأوصل ما أريد من جمل ومن أطروحات ومن نقاش إلى الآخرين إن لم يكن عندي صوتا جيدا أوصل به ما أريد إلى الآخرين بل إن الصوت سبحان الله يحكس أحاسيس الإنسان ومشاعره عندما تستمع إلى الإنسان إلى إنسان آخر جار صديق زوج زوجة حما التلفون حتى ستعرف إن كان شعوره متضايق ذاك الوقت زعلان فرحان مبسوط من صوته ونعرف ذلك جيدا بل إن الصوت يدل في أحيان كثيرة على الحالة الصحية للإنسان عندما تستمع إلى صوت إنسان مريض تعرف أنه تعبان عندما يتصل أحد الموظفين فيه رئيسي يقول أنا اليوم تعبان ما أستطيع أن يأداهم تعرف من صوته إذا كان هو تعبان ولا لا أو مريض أي يعاني من مشكلة ما وأكد هنا أيضا كما تعلمون أن الصوت متطلب أساسي في كثير من الوظائف والأعمال تخيلوا معي مدرس محاضر مقدم برامج تلفزيونية أو إذاعية يعمل في الرد على التلفونات والاتصالات تخيل هؤلاء عندما يعانون من مشاكل في الصوت كيف تكون إيجادتهم لأعمالهم هؤلاء نسميهم محتر في استخدام الصوت ويعانون من تحدي فقط وظيفتهم إن كإن لم تحل مشاكل الصوت لهم يأتي هنا سؤال ما هو مدى انتشار أمراض الصوت في المجتمع؟ وجدنا بدراسة تحليلية أن حوالي من 15 إلى 20% من الحالات التي تراجع عندنا في العيادة في أحد العيادات المتخصصة في مدينة الرياض في الجامعية في جامعة الملك سعود منهم 15 إلى 20% يعانون من أمراض أو مشاكل في الصوت هذا من يأتون للعيادة فما بالك بمن لا يأتي للعيادة وعند الدراسة هذه العينة بشيء من التفصيل وجدنا أن 40% منهم كانت أصواتهم تزداد سوءاً مع الوقت كلما استمروا في التدريس و40% منهم تغيبوا وتغيبنا عن أعمالهم وأعمالهن بسبب مشاكل في الصوت بل إن 40% منهم فكروا في مرحلة ما من ترك مهنة التدريس بسبب مشاكل في الصوت الغريب في الموضوع أن 70% منهم كانوا لا يتابعون مشكلتهم الصحية في مشاكل الصوت في أي مركز صحي بل إن 75% منهم كانوا للأسف لا يعرفون ما هي العادات الصحية للتعامل مع مشاكل الصوت لديهم إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة شكراً لكم ونراكم بإذن الله بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم شكراً لكم